مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الخميس 26 أذار مارس نشوفي عنا اليوم اليوم الأمر رح بيكون موجود ببرش الحمل حتى الساعة 1.5 ظهر توقيت العالمي يعني 3.5 ظهر هو 33 دقيقة حتى يكون دقيقة معكم بتوقيت بيروت بينتقل من بعدها لبرش الثور يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية من الصباح مفروض الأمر يكون عندهم ببرش الثور فشو معناته هيدا النهار البداية مع برش الحمل مولود برش الحمل الأمر وجوده في الساعات الصباح ببرشك هيدا أمر ممتاز بينتقل بعدها لبرش الثور كمان أمر ممتاز يعني أنت من الأبراج يلي ما لازم تداية وما لازم تنزعج من تغيير موقع القمر بالعكس تماما الأجواء عندك اليوم أنا بعتبرها إيجابية حلوة كتير من الصباح لعشية أو حتى لو كملنا لبكرة إذا متابع الأبراج الأسبوعية بتعرف كيف بدي يكون الأمر في الأيام بكل الأسبوع بجميع الأحوال النهار ممتاز لمولي برش الحمل الأمور بتتيسر الأمور بمشي حالة إن كنتوا بالشغل عم تشتغلوا من البيت لشغلكم أو عم تشتغلوا بأمور منزلية أو عائلية الجو مناسب جدا على الأرجح طبعا في كتير ناس عم تشتغل من بيتها على الأرجح فيه أجوبة وفيه انفراجات مهنية وحتى على غير أصعيدي بالنسبة لبرش الثور الانفراج هو بلحظة وصول الأمر لبرشك عند إذن موالي برش الثور بتفرح وبتمبسته الظروف أنا معكم ما كانت سهلة ما كان في شي عم بيفتح بيوشكن انزعاج ومدايقات وقنوط شعور بالقنوط خاصة اللي قاعد ببيته ما عم بيعمل شي أبدا فيه ناس قاعدة ببيته عم تشتغل عنده شغلة عنده درسة لكن فيه أشخاص ما عم بيعملوا شي الجو كان نتعب ابتداء من ساعة وحده ونص الظهر توقيت العالمي الأجواء رح بتكون كتير حلوة رح يتغير الجو رح بتكونوا مبسوطين مرتحين وهناك انفراج وبالكن يتطمن خاصة عند مواليد شهر نيسان عبريل لكن ضلكن حذرين مواليد خمس عشرين ستة عشرين كمل مع برش الجوزاء مولو برش الجوزاء هيدا نهار قسمين كل شي والأمر برش الحمل وضعك جيد ووضعك ماشي وبعده يتقدم بطريقة ممتازة بس لما الأمر يصير برش الجوزاء عفوا برش الثور بدك تعمل حساب انه فجأة مثل اللي كانتوا مدورين المي على المكسيموم فجأة سكرت الحنفية تهدى الطاقة الحظ الناس كلها مثل كأنه واحد تفتح بيته عجأة وعجأة وعجأة فجأة بتسكر البيت ما تعد تسمع صوت هيك الجو بيصير هادي فارغ من الطاقة فارغة من الحماسي وبتكون الفترة غير مناسبة لحتى تبادروا لحتى تاخدوا قرارات كبيرة فعدوا وتسلوا وانبسطوا بالبيت كل العالم مضبوبة بكون تنضبوا بس اما الامر يصير ببرش الثور هيدي نصيحتي لالكن بعدوا عن مشاكل ورجاء ما تجازفوا لشو المجازة فيه بدوا يجازف بشو مكان الحظ لازم يكون لجانبه مع وجود الامر ببرش الثور لا يوجد حظ ما تتكلوا على الحظ بالنسبة لبرش السرطان انفراج مع انتقال الامر من الحمل لثور انفراج بتخفها الضغط مثل طنجرة الضغط بتنفسوها بيرتاح مولوه ببرش السرطان بالبيت بنازج بالشغل يمكن اللي عم بيشتغل العالم عم تشغل كل العالم عم بيشتغل فكان فيه توتر وطبعا كل العالم متوترة سواء عم تشتغله من البيت او من كل العالم متوترة ما تصدق كل العالم متوترة فبتكون تعملوا حساباتكن موالي برش السرطان انه الجو الى ارتياح الى انفراج وخي بلكن بتطمن فحاولوا موالي برش السرطان انه ما تعملوا خطأ كل شيء الامر برش الحمل لانه الجو رح بصير افضل بكتير بنتقل لبرش الاسد مولود برش الاسد المزاجية عند مولود برش الاسد اليوم فيها تكون مضبوطة فيها تكون مضبوطة اصلا اصلا وجود الامر في برش الحمل هو شيء مهم جدا مهم لنجاح لابتكار لانجاز لتفوق لاخبار حلوة بتوصلكن بعدين بنتقل الامر لبرش الثور وبتصيروا محطة الانظار فجأة قد يطرق عمل او مسئولية بتظهر او فجأة نركدوا وعدوا حلوة ما تنقزوا لانه الجو العام ايجابي الشمس موجودة برش الحمل انتوا قدى وقدود عم بعطيكم فكرة لتعملوا حساباتكم سواء ان كنتوا بالبيت او عنكم بالمكتب فيه ناس عم بيروحوا على المكتب عم بيشتغلوا هالاشخاص السياسيين الاشخاص عندهم واجبات ادارية فيه ناس كتير عم تشتغل حتى تدير البلد بهكي فترات فوين ما كنتوا الجو جيد جدا حتى ولو ظهرت عنكم مسئولية لكن يالي لازم يكون حذر هو 23-24 تموز يوليو رجاء ما تجيسفوا كوكب سحل عم بعكسكم وقد تظهر المعاكسة من خلال ظرف او موقف مزعج لالكن برج العذراء يتحسن الجو عنده بشكل كبير جدا تحسن تقدم انفراج اجواء ممتازة اجواء حلوة بتخلي مولو برج العذراء يكون اليوم فعلا صحيح مبلش نهارو متقلب لكن ينتهي بضحكة من القلب مبسوطين ومرتحين وانفراجات على مدعينكم والنظر الاجواء رح بتصير حلوة الاجواء الصعبة اللي رفقتكن من عطلة الاسبوع السابقة رح تختفي كل هالعاصفي كل هالغيوم ويحل محلة شمس مشرقة واجواء ايجابية فنصيحة ما تعملوا المشكل بالبيت ما تعملوا مشكل محدا بيشغلكم بيعملكم اونلاين وين ما كنتوا طولوا بالكن الامور الى انفراج وبتندموا صدقوني بتندموا على الكلمة اللي بتقولوها لما الامر بيصير ببرش الثور بتقولوا يا ريت ما ارنيها الاكثر حظا 28-29 باقوستو 16-19 ايلول سبتمبر بنتقل لبرش الميزان مولو برش الميزان من الاشخاص من الابراج يلي رح تفرح بانتقال الامر من برش المعاكس برش الحمل لبرش الثور رح تفرحوا رح تنبسطوا هالضغط عنكم بالبيت العيل الولاد الزعيق الصغريخ الضجرانين اللي بتكون تلاقولون اشيات سلون فيها هيدا الشوية تحسن الاجواء رح بتصير حلوة نوعا ما هالضغط رح بيخف يمكن حدا بياخد عنكم حمل بياخد عنكم مسئولية انتم كنتوا مسئولين عن الولاد فجأة تم بيشي حدا بياخدوا عنكم حمل وبتحسوا انه خي خف خف المشكل خف الضغط خف التوتر بيخف لما الامر بيصير ببرش الثور برش عبكرر على الوحدة وستة وثلاثين دقيقة بعد الظهر توقيت العالمي فقط عند اذن بتحول الجو الى مسالم اكتر المزاجية صارت افضل والجو صار اروع بالنسبة الى برش العقرب باللعكس امام مولوو برش العقرب ع الساعة وحدة ونص الده halfway توقيت بيروت عفوان توقيت العالمي يعني تلاتة ونص الطهر توقيت بيروت حضر حالك مولووو برش العقرب الى بعض الامور يللي بتزعجك يللي بتعصبك او يللي بتخليك تطلع من التيابك كما احنا بنقول يللي بتخليك تكون انفعالة فاكونوا حاضرين مولدي برش العقرب ما في لزوم تنزعوا الجو الجو بالبيت الجو مع رفقاتكم مع اصدقائكم مع الكوليغز اللي عم تشتغلوا معهم اونلاين بشغلكم تذكروا كل العالم متوترة كل العالم كل العالم بحاجة انه ترتاح وترفع عن نفسه كل واحد لازم يلاقي طريقة يرفع عن نفسه مولوما شو العقرب ما تنزعه بعيد عن المشاكل خد نفس عميق قبل ما تحكي نفسين عميق قبل ما تحكي عدل العشرة عدل العشرين بعدين نتصرف بشكل خاص 28 29 اكتوبر ما تتعرضوا علاقاتكم ارتباطاتكم شغلكم زواجكم علاقتكم مع اخواتكم مع الناس مع اهلكم للمشاكل بنت قيل لبرش القوس مولوبرش القوس النهار كتير حلو حتى ولو الامر انتقل لبرش الثور بيكتر الشغل ايه بيكتر ايه بيكتر فجأة تمتير عم تركض الامر ببرش الثور بيخلي مولوبرش القوس يركض ويعجل وتتخربط الاولويات اذا منك مرتبة فجأة بتحسوا انه الوقت صار دي ومضطرين تركضوا تستعجلوا وتشوفوا شو بكم تعملوا فمولوبرش القوس رتبوا اموركم لحتى بتكونوا هيك عاملين حساباتكم قبل بوقت لما تتاخدوا بالعبطة بالعبطة يعني بالفجأة بالامور الطارقة ايه نهاركم طويل بكنت عاملوا حساباتكم لكن نتذكروا انه الشمس موجودة ببرش الحمل صديق لقلكم فيمكن يكون حدا من اولادكم عم يعزبكم حدا من اولادكم بحاجة لقلكم يمكن انتو بحاجة لأحبائكم يهتموا فيكن بنتقل لبرش الشدي مولوبرش الشدي الانفراش خي من نصيبك الامر بيصير ببرش الثور بترتاح بتنفس لكن في عندي كوكب المريخ كوكب المريخ موجود ببرشك بدأتكون حذر شو ما قلتلكم كوكب المريخ بيشيل كل شي حط كل الاعتبارات عجنب وبيطلع كوكب المريخ وبيمسك الميكرو وبيقول وبيفرض حاله يلي لازم يكون حذر هو 16-17-18 كانون الثاني يناير بدو يبعد عن المشاكل على المجازفات كليا كليا بقيد مولي برش الشدي عليها الامان الفلكي جو حلو ممتاز حلو اخبار حلوة خاصة موليد ديسمبر وايضا 13-15 كانون الثاني يناير بنتقل لبرش الدلو مولود برش الدلو الجو عندك اليوم جيد حلو في اعتبارات اجتماعية عائلية ناشطة فعالم في حكي في اخضو عطا في مبادرات عم بينشغل عم بتدرس عم بتقدم طلبات عم تشتغل اونلاين بشغلك بشركتك ناشط فعال جدا لكن لما الامر ينتقل لبرش الثور يشعر مولود برش الدلو انه صار عنده ضغط صار فجأة تغيرت الظروف والحياة كل يومين تلاتة بتتغير نوعية الشغل يومين مناح يومين عادي يومين عطلين يومين ممتازين يومين ما فيون شي تدخل بفترة تحت تأثير الامر مش الثور تدخل بفترة نوعا ما بتنضب شوي العيلي الولاد الاهل التفاهم بيصير نوعا ما بتصير هيكي نقزين شو عم بيصير ده تحاول انه ما تفكر او تحلل الامور بطريقة سلبية وبتكتر المفاوضات مع الاهل ومع الاخوة لسببا او لاخر او مع ممتازة انا برأيي ايجابية جدا امر برش الحمل امر برش الثور ولا اجمل من هيك لا يوجد سبب لككونوا زعلانين لا يوجد سبب لككونوا مأهورين لا يوجد سبب لككون فيه مشكل او خلاف بالعكس تماما الاجواء عند مواليد برش الحوت بعتبرها فعلا ممتازة ان كان ربح ان كان تأدم ان كان تعاطي مع الامور بطريقة مختلفة ما بيخاف اليوم مع مولوبش الحوت كل شي بيزبط معك اليوم كل شي بيزبط افكاركن زكية وسريعة وما حدا بيقدر عليكن اشتغلوا عملوا شغلكون اونلاين عالتليفون ايميليات شو ما بدكن ادرسوا عملوا لبادكنية حكو تلفنوا تواصلوا بختم مع مولود اليوم بقلوا للمولود اليوم انه بانتظاره سنة ممتازة سنة فيها تغييرات كتير كبيرة سنة فيها مسار جديد سنة فيها انطلاقة لصفحة كتير كبيرة وكتير مهمة هناك تفاؤل بهيدي السنة وهناك مفاجآت انتو بتكونوا مرتاحين فيها بتكونوا مبسوطين فيها وبتحضركن هيدا السنة يلي هي سنة فعلا متفوضة بعتبرها رح بتحضركن الى سنتين تلاتة واربعة سنين مقبلة مفروض يكونوا كتير كبار وكتير مهمين ميسان عبريل اب اغسطس ديسمبر هني افضال الاشهر هاي دي كانت التوقعات ليوم الخميس 26 عدار مارس اتمنى لكم نهار كتير حلو الى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر